أكد رائد المناخ لرئاسة المصرية لقمة المناخ كوب 27 محمود محيدين أكد ضرورة دعم أنظمة الرصد المبكر باستثمارات ضخمة لتقديم بيانات سرية من قبل الحكومات والعلماء لتجنب التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية وخلال جلسة التكيف والصمود ضمن فعاليات كوب 27 أشهد محيدين بمبادرة سوق أفريقيا للكربون باعتبارها تولي أهمية للدول الأفريقية داعيا الدول في أفريقيا إلى الاستثمار في المناخ من أجل الحفاظ على الطبيعة ومواجهة التغيرات المناخية هذا لن يحدث دون إدماج مبادئ الحفاظ على الطبيعة